السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم متابعة للدرس السابق اللي تحدثنا فيه عن مصادر المياه في الدرس السابق تحدثنا عن مصادر المياه الاعتيادية في درس اليوم رح نحكي عن مصادر المياه غير الاعتيادية يوجد لدينا ثلاث مصادر للمياه غير الاعتيادية مياه الصرف الصحي المعالجة المياه الرمادية وتحلية مياه البحر هذول الثلاث مصادر للمياه غير الاعتيادية رح نحكي عن كل مصدر منهم بالتفصيل وكيف منقدر نستفيد منه رح نبدو بأول مصدر من مصادر المياه غير الاعتيادية وهي مياه الصرف الصحي المعالجة مياه الصرف الصحي المعالجة نسميها المياه العادمة هي المياه العادمة النقصة بالمياه العادمة هي المياه الناتجة عن الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية وتحتوي على ملوثات من مواد مختلفة فإذا المصدر المياه العادمة جاي من استخدامات منزلية من مصانع أو من مزارع وبتكون تحتوي على العديد من الملوثات الاستخدامات المنزلية رح يكون فيها ملوثات من بقايا الزيوت الدهون اللي ناتجه من الأغذية من مواد كيميائية اللي موجودة به مواد التنظيف أو بالشامبو اللي نستخدمه في منازلنا المصانع نفس الشي بتحتوي على عدد كبير جدا من العناصر الكيميائية لقد تكون ضارة طبعا في الإنسان وفي الحيوان لو وصلت له هاي الملوثات والزراعة برضو جاي المي اللي ناتجه من الاستخدامات الزراعية رح تكون تحتوي على أتربة على غبار على برضو مواد كيميائية ناتجه من استخدام الأسمد الزراعية أو من المبيدات الحشرية هلأ هاي المياه العادمة عشان نقدر نستفيد منها لازم اتمر بعدة مراحل للمعالجة هلأ نقصد بكلمة معالجة إنه نعمل على إزالة الملوثات اللي موجودة في هاي المياه حتى تصبح صالحة للاستهلاك هلأ هذا الاستهلاك بدنا نشوف بإيش نقدر نستخدمها ممكن يكون للاستهلاك البشري ممكن يكون للاستهلاك الحيواني ممكن يكون للاستهلاك الزراعي هلأ نشوف كيف نقدر نعالج هاي المياه العادمة وبإيش منقدر نستخدمها المياه العادمة بتمر بثلاث مراحل للمعالجة أول مرحلة بنسميها المعالجة الفيزيائية بهاي المرحلة تترسب فيها الحصى والمواد العضوية ذات الكثافة العالية لتكون مادة بسميها الحماء مادة الحماء هي بقايا مواد صلبة تترسب بعد معالجة المياه بهاي المرحلة أيضا تقشط الدهون والزيود من اسمها هي معالجة فيزيائية تعتمد على مبدأ الكثافة مبدأ الكثافة زي ما أخذنا بصف خامس المادة اللي إلها كثافة أقل تطفو على السطح والمادة اللي إلها كثافة أكبر تنغمر هذا اللي بصير في هاي المرحلة المواد الصلبة زي الحصى والحجارة اللي كثافتها عالية بتترسب في قاع الوحاء اللي موجود فيها هي المي أما المواد اللي كثافتها قليلة زي الدهون وزي الزيود تطفو على سطح المياه وبصير عملية كشط لهاي الدهون والزيود يعني إزالة للدهون والزيود عن سطح المياه هاي المرحلة الأولى اسمها مرحلة المعالجة الفيزيائية بعد هاي المرحلة بندخل بمرحلة تانية بنسميها المعالجة الحيوية بهاي المرحلة بتحلل البكتيريا المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية وترسب ما تبقى منها سميناها مرحلة معالجة حيوية لأنه هون البكتيريا يعني هي كائن هاي دقيق هو اللي بيقوم في هاي المرحلة بيعمل على تحليل المواد العضوية لمكوناتها الأساسية طبعاً لعناصرها الأساسية والمواد المتبقية تترسب بالمرحلة الثالثة من معالجة المياه العادمة اللي هي مرحلة المعالجة الكيميائية تفصل بعض العناصر الكيميائية السامة ويتم إضافة عنصر الكلور لتعقيم المياه فإذا نسمناها معالجة كيميائية لأنه فيها نتخلص من العناصر الكيميائية السامة ونقوم بإضافة عنصر الكلور لتعقيم المياه فإذا زي ما حكينا بتمر المياه العادمة بتلت مراحل للمعالجة مرحلة فيزيائية بتعتمد على فرق الكثافة بين المواد مرحلة المعالجة الحيوية اللي بتعتمد على تكثير البكتيريا لتحليل المواد العضوية والمرحلة الثالثة المعالجة الكيميائية اللي منتخلص فيها من العناصر الكيميائية السامة ومنضيف عنصر الكلور لتعقيم المياه هلأ ضل عندنا المادة الحماء بعد ما ناخد كل المياه زي ما حكينا المادة الصلبة اللي ترسبت هاي الحماء مناخدهم منحطها بأحواض تحت أشعة الشمس الهدف إنه نجفف هاي المادة بتعرضها لأشعة الشمس بعد ما تجف هاي المادة المادة الحماء اللي نتجت تعد سماد عضوي يستخدم فيه تخصيب الأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية نستخدمها كسماد للأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية ويعتبر سماد طبيعي جيد جدا للأشجار نبدأ بتاني مصدر من مصادر المياه غير الاعتيادية اللي هي المياه الرمادية المياه الرمادية هي مياه ناتجة عن الاستخدامات المنزلية مثل مياه الجلي والغسيل والاستحمام والوضوء فإذن المياه الرمادية مصدرها فقط مياه ناتجة عن الاستخدامات المنزلية مراحل معالجة المياه الرمادية تمرير المياه الرمادية في أحواض مملوئة بالفحم والحصى والرمل طبعا بتمر المياه في أحواض مملوئة بالفحم والحصى والرمل يتم التخلص من الملوثات العالقة في هاي المياه كله حسب حجم هاي الملوثات بعد ما تمر المياه الرمادية في الأحواض المملوقة بالفحم والحصى والرمل بتم جمع المياه الناتجة وتضخل ري المزروعات فإذا الهدف من معالجة المياه الرمادية ري المزروعات لاستخدامها في ري المزروعات الاستفادة من المياه الرمادية يجب أن تصمم التمديدات الصحية في المنازل بالفصل بين المياه السوداء الناتجة عن المراحيض والمياه الرمادية الناتجة عن الاستعمالات المنزلية يعني احنا حكينا قبل شوي انه المياه الرمادية مصدرها ومياه ناتجة عن استخدامات منزلية مياه جلي مياه غسيل مياه استحمام مياه وضوء لكن لازم ما تكون بتحتوي على مياه سوداء المياه السوداء المياه اللي بتكون ناتجة عن المراحض فإذا لازم تكون تمديدات المنزلية تفصل مياه المراحض تكون بتمديدات صحية منفصلة عن التمديدات الصحية لمياه الجلي او لمياه الغسيل او لمياه الوضوء اذا كان المنزل مصمم بحيث يتم الفصل بين تمديدات الصحية للمراحض والتمديدات الصحية لاستخدامات الاخرى للمياه زي الجلي والغسيل والوضوء عندها منقدر نستفيد من المياه الرمادية ونعمل لها معالجة ويتم استخدامها مرة اخرى لكن لو كانت كل تمديدات الصحية للمنزل جامعة بين المياه السوداء والمياه الرمادية او اللي هي المياه الناتجة عن الوضوء والجلي والاستحمام في هاي الحالة ما منقدر نعمل معالجة للمياه الرمادية ونقدر نستخدمها فإذا لازم الفصل بين المياه السوداء وبين المياه الرمادية عشان نقدر نعمل معالجة تلجأ بعض الدول القريبة من البحر إلا تحلية مياه البحر لتعويض نقص المياه العذبة فيها الدول اللي ما عندها كميات كافية من المياه العذبة أو ما عندها موارد للمياه العذبة بكميات كبيرة تلجأ لتحلية مياه البحر كل hatna منعرف أنها مياه البحار مالحة غير صالحة للاستهلاك المباشرة زي ما حكونا في الدرس الماضي عشان نقدر نستفيد من المياه الموجودة في البحار لازم نعمل لها تحلية نقصد بعملية التحلية مجموعة من العمليات تهدف الى ازالة الاملاح الزائدة من الماء المالح بحيث يصبح ماء عظ فاذا بتم اخذ او بتم ضخ مياه البحر لمحطة بنسميها محطة تحلية المياه بهاي المحطة بتمر مياه البحر بعدة عمليات رح تتعرفوا عليها مستقبلا ان شاء الله هاي العمليات بتعمل على ازالة الاملاح الزائدة اللي موجودة في مياه البحر بحيث تصبح ماء البحر عذبا وصالح لا الاستهلاك هيك منكون غطينا الثلاث مصادر للمياه غير الاعتيادية اللي هي معالجة المياه العادمة ومعالجة المياه الرمادية وتحلية مياه البحار هيك بكون درسنا انتهى رح اترككم مع فيديوهات توضيحية لمعالجة المياه العادمة ولمعالجة المياه الرمادية يعطيكم العافية 1- مجار الصرف الصحي 2- محطة الرفع لكي تضخ مياه الصرف الصحي حتى تصل الى المستوى الذي يمكن المياه ان تتدفق وفقا للجاذبية 3- احواض الغربلة فصل المواد الصلبة التي قد تضر او تسد المعدات من مياه الصرف الصحي 4- احواض الفصل لازالة الحصى من مياه الصرف الصحي 5- احواض التهوية البكتيريا داخل خزانات التهوية لتحليل المواد العضوية الى ثاني اكسيد الكربون وماء 6- احواض الترسيب يستقر التندف اي التخثر في القاع ويتم ضخه الى الخارج على شكل مواد صلبة حيوية 7- احواض الهضم تقوم البكتيريا بتحليل المواد العضوية مما يؤدي الى تقليل الروائح المؤذية وانخفاض اعداد الكائنات الحية الدقيقة الضارة 8- احواض التعقيم يتم تعقيم مياه الصرف الصحي بواسطة الكلور او بواسطة الاشعة فوق البنفسجية 9- شلالات تهوية لتهوية مياه الصرف الصحي قبل التخلص منها في الاماكن المخصصة 10- الجدول المتدفق وهو مكان استقبال مياه الصرف الصحي المعالجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة